أستاذ باصل الخطيب رح نستفز ذاكرتك شوي ونرجع لورا لنعرف معك بفقلة أول مرة إشياء صارت معك بحياتك لأول مرة الكل معروف إنه الشباب ممكن يمتهنوا أكثر من مهنة قبل ما يدخلوا معترك الحياة شو أول مهنة امتهانة باصل الخطيب بحياتك؟ الكتابة مين أول حدا شجعك تفوت مجال الإخراج وخاصة حضرتك سافرت لتدرسه؟ أنا شجعت حالي أول كاميرا اقتنيت بحياتك هل إليك ذكرة خاصة عندك؟ أول كاميرا هي كانت كاميرا بولورويد هاي طلع الصورة مباشرة وكانت اهدية من أبي الله يرحمه وهي كانت أول كاميرا بقتنية أول عمل إليك كمخرج شو كان عنوانه من كتابة مين؟ أول عمل خلال فترة الدراسة هذا الحكي صر له هلأ أربعين سنة يمكن كان فيلم أصير بعنوان جنون وهذا أول مرة أنا بوقف ورا الكاميرا كامخريج وبقدم هيك قصة كنت حابي بقدمها أول لوكيشن تصوير اخترته بتتذكر بأي مكان؟ بغابي بموسكو أول فنان اخترته ليكون بطل لعملك الأول؟ أي من ليدان؟ أول مسلسل بتتبره انطلاقة حقيقية لبعث للخطيب؟ أيام الغضب أول أجر أخدته قديش كان وشو عملت فيه؟ هلأ كان الأجر كتير رمزي خلينا نقول بس اشتريت في وقته او اشتريت بيقسم منه اشتريت سيارة صغيرة أول حساب على السوشال ميديا على أنا موقع؟ فيسبوك هلأ شخصيا أول مدرسة درست فيها بحياتك تتذكر شو كان اسمه؟ مدرسة بالحارة عندنا اسمها أم الخير أول حب لألك بأي عمر عشدة؟ 12 سنين أول ولاد رزقت فيه بأي عمركينات وشو اسمه؟ هو أول ولد والولد الوحيد مجيد حبيب قلبي ولد عام بخمسة خمسة 1995 وهذا الهيكي أنا بعتبره نعمة من رب العالمين انه منحني هذا الابن أول حدا بعائلتك خسرته؟ والدي أول موقف تعتبره صدمة حياتك؟ ما في صدمة بمعنى صدمة بس ما في أصعد من خذلان الأصدقاء للإنسان أول مرة عقبت فيه ابنك أو ضربته؟ بأمري ما ضربته وعقبته يمكن عقبته على أحيانا كان بالمدرسة ما يدروس ما هذا بتذكر هيكي في فترة الدراسة عقبته يمكن كذا مرة على أهماله للدراسة أحياناً أحياناً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر